عمري ما احترمت أبداً الشخص النمام اللي بيتكلم عن الناس و بيكشف أدق أسرارهم و يخوت في أعراضهم حتى لو كنت عارفة أن كلامه صح المثل بيقول ما شتمك إلا اللي بلغك ما بالنا بقى لما تكون الشخصية النمامة اللي بتتكلم عن وحدة ست وبتوقع بينها وبنجوزها هي أختها اللي المفروض تكون سناده و يضاهره و زي ما بيقولوا يعني حتى لو كانت الأم غلط فين الساتر و النصيحة بهدوء معقول أخت تعمل كده مع أختها ده سيدنا النبي عليها الصلاة و السلام لما حد يجي يحكي له أن فلان زنة قاله هل سطرت بثوبك بس و على قد ما الدين حط حدود و قواعد لكن برضو حط معها الرحمة و الساتر يبقى إزاي أخت تفضح أختها تتكلم في عرضها و سواء بالحق أو بالباطل ليه يا شيخة قصتك يعنيت فعلا قصة صعبة جدا و وحشة قوي مأساوية مش مش عقود أقولك لأ و معلش و استحمل لأ وحش و مأساوية وأصعب حاجة فيها إن الحقيقة تايها اللي اسمعها ما يعرفش فين الصح من الغلط ما يعرفش فين خط الفاصل بين الغلط اللي حصل من أهلك والغلط اللي حصل منك أنت شخصيا في تفسيرك اللي بيحصل حواليك ممكن يكون جزء منه صح و طبعا ده بسبب حالتك النفسية الوحشة اللي بتمر بيها دلوقتي بعد اللي شفته ما نقدرش نحكم إذا كان أخوك بيغير منك فعلا ولا لأ ما نقدرش نحكم إن كل أهلك بيكرهوك لأن التعميم مش صح في أي حاجة حسيت في رسالتك إنك موجوع يا حبيبي معلش و حسيت كمان بكلام حد تايه مش تلاقي الطريق بمثال بيقول إيه اللي يسأل ميتوش ما تسأل والشخص اللي انت محتاج تسأله هو دكتور نفسي يكون أمين يسمع حكايتك و يعرف كل التفاصيل اللي انت فيها و كل التفاصيل اللي انت ما ذكرتهاش في رسالتك لين إحنا و يحاول يساعدك بالنصيحة والخطة اللي انت محتاج تمشي عليها لحد ما توصل لبار الأمان زي ما بيقولوا لازم معها دكتور نفسي أو حد يكون فعلا بيقف ده غير برضو إن دكتور غادة قالت لك إن هي هتساعدك وفيه كم نصيحة قلتها لك أنا بعايز أقولك على حاجة أوعي يا عمد تخسر مامتك مهما كان دي مامتك اللي هتفضل طول عمرك مديون لها مهما عملت مش هتعف توفي لحقها ما تشغلش بالك بالتفكير لو هو طب لو مجرد تفكير هي عملت أو ما عملتش طب يا مامتي حلوة أو لوحشة ما تخليك حنائن عليها و أقرب منها و برضو ما تخسرش باباك مهما كان أقرب منه و وده حتى لو كان عصبي لأن في الآخر محدش فينا بيختار أهله جايز تكون أفعله مغلط أو جزء من البلاء هو بتلاقي وقع علينا عادي لكن احنا بنحبهم وبنودهم ومهما كانوا ده جزء من حال المشكلة بتاعتك الحب بجد فاكري لما احنا دايما بنقول إيه سنحاربكم بالحب ده مش زور ده بجد التصالح مع الأمر الواقع مهما كنا رفضينه إننا نسلم أمرنا لله ونقوله يا رب نوصل للرحم عشانه شوف بقى ربنا هيرد ليك إزاي هيرد ليك كل اللي انت عملته إزاي أما الناس بقى اللي وقعت ما بينكم فأنا واثق إنك عائل وهتقدر تفهم ده كلامك ورسالتك قالوا إنك عائل على فكر مش بقولك كده وخلص وقوي وقوتك هتخليك تعدي كل ده مش هتخليك تفكر تانيه في الهروب والبعد والأي كلام ده الهروب ده للناس اللي بتخاف لكن إنت قوي إنت مش ضعيف ونصيحة لك يا مد قرب من صحابك انزل معاهم عيش سنك ده إحنا لما بنقعد مع صحابنا بننسى الدنيا على الأقل بنضحك دحكة حلوة بننسى اللي حصل بنحاول نتعايش قديك سمعت كل النصايح اللي فاتت وتوجيها الدكتور غيدا يا ريت تعمل بيها عايز أقولك على حاجة فعلا لما بيجبروا أهالينا بقيموا محتاجيننا أكتر عايز أقولك فعلا ممكن يعياتوا على أدفع الأسباب وهم ومش قصدهم ممكن يغلطوا زي ما احنا كنا بنغلطوا احنا صغيرين يبقى احنا نقول معلش ونلتمس لهم ألف عذر هاستنى منك رسالة جديدة تطمني فيها عملت إيه مفسوطة أنك بعدت لنا وهاستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسموا قصة عماد يقولوا لنا عماد يعمل إيه حطوا نفسكم مكانه باعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب باي باي اشتركوا في القناة